موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو احد افلام رسوم المتحركة اللي اتعرضت السنة اللي فاتت وهو فيلم كلاوس فيلم كلاوس انا شفته هو فيلم متاح على ناتفلكس اللي ما شفوش لازم يشوفه واعتقد ان فيه ناس كتير شافته وهو فيلم نال شعبية معقولة على مستوى العالم بس ما حستش انه هو نال ما يستحق من الاهتمام في منطقتنا احنا فانا انصح الناس كلها انها تتفرج عليه ومعرفش انا حس ان انا بقفل الحلقة لي انا عدتا بقول بنصح دي في الاخر المهم يعني فيلمنا بيحكي عن شخصية جاسبر جاسبر ده ابن مدلل رجل غني جدا يعتبر رئيس معرفش وحدة البريد في حاجة زي كده وتعب جدا من انه يخلي ابنه ده يسترجل شوية ويستجدع هم يقولوش كده في الفيلم يعني بس انا بجيب من الاخر ولما يأس منه تماما قرر ان هو يعينه كساعي بريد في بلد بعيدة جدا اسمها سميرنزبرج سميرنزبرج ده دي مكان برد وموحش وفقير ومظلم وحاجات كتيرة جدا وابوه بيبعته هناك عشان يبقى ساعي البريد بهدف معين لعدد معين من الرسايل لازم يبعته او يبروصيسه خلال سنة وإلا حيقطع عنه الورث ويبعده عن العائلة والكلام ده كلها والابن بيروح ومش ولد هو شاب بيروح البلد دي عشان يلاقي الواقع زي ما شرحناه كده ويعاني جدا علشان يقنع البلد بدوره كساعي بريد وانه المفروض انه هو يوصل الجوابات بتاعتهم لغاية لما بيقابل شخصية كلاوس وده راجل ضخم عايش في عزلة ولكن بيته مليان العاب وبيحاول يشكل معه شراكة لتوصيل الالعاب دي للأولاد بتوع البلد وبعد كده القصة بتنطلق فيلم كلاوس انا تعبت شوية عشان افهم هو ايه بالزبط هل ده فيلم من جنسية تانية غير انجليزية او غير امريكية وبعدين معموله زي دبلاش بالانجليزي والاي الحكاية بالزبط لغاية لما فهمت انه هو فيلم اسباني اه يا جماعة اسبانيا بقت قاعدة معانا على طول بس الحمد لله عقلوا شوية في الفيلم ده بعد الجنان والامراض اللي احنا شفناها من الافلام التانية اللي ما كانتش وحشة بس كات مريضة لازم نعترف يعني اه ده فيلم اسباني انتاجه اسباني تماما ولكنه معمول ناطقا باللغة الانجليزية لان الشركة اللي تولد تمويله وتوزيعه هي نتفلكس مباشرة مخرج الفيلم اسمه سيرجيو بابلوس ده مش ده دي تجربته الاخراجية الاولى ولكنه ليس جديد على السينما العالمية في مجال الرسوم المتحركة لانه كان من الرجال المهمين جدا في ديزني في مرحلة انتقالهم للعصر الجديد المرحلة اللي عملوا فيها هيركليز والادن والحاجات دي كلها كان من الفريق بتاع رسوم المتحركة بتاعتهم وقرر مؤخرا ان هو يروح مدريد وينشئ الستوديو الخاص بتاعه ويتبنى فيه مدرسة مختلفة شوية عن المدرسة بتاعت الرسوم المتحركة على العالم كله وهي مدرسة مش معتمدة على الكمبيوتر في كل حاجة في الدنيا عاوز يرجع تاني فلسفة التطور من الرسوم المتحركة اللي هو شخصيا نشتغل عليها اللي لسه فيها الرسمة اليدوية اللي لسه فيها الابداع البشري وهو طبعا مش ما هواش فيلم مرسوم بالكامل بالايد ولا تحريكه بالكامل بالايد احنا شوفنا تجارب زي دي مؤخرا ولكنه مش كده بالزبط بس اي حد حيتفرج على الفيلم حيلمس النقطة دي النقطة بتاعت ان الابداع التقني زائد قوي اللي باقينا بنشوفه في افلام الرسوم المتحركة مؤخرا مش العنصر المميز للفيلم ده الفيلم ده حيديك احساس دايما انه مرسوم في كل شخصية في كل كدر في كل حركة مديه لكن طبعا انه هو مرسوم استخدام الالوان اللي فيه يبدو انه هو كما لو كان يدوي استخدام الاضاءة فيه يبدو كما لو كان يدوي ده بيفصل الفيلم شوية عن اللي احنا متعودين نشوفه مؤخرا في افلام الرسوم المتحركة وبيدي فرصة للمشاهد انه هو يكون شخصية منفصلة لكل اسم موجود للفيلم لكل بني ادم موجود في الفيلم لكل شخصية بتجذب اهتمامنا داخل الفيلم واعتقد ان ده بيميزه من الدقائق الاولى في القصة اللي هو بيحكيها قصة الفيلم نفسها منقسمة لجزئين الجزء الاول بنقدم فيه القصة زي ما انا شرحتها لحضراتكم كده واقدر اقول ان اقاع القصة في النصف ده كان بطيء شوية ما كانش حلو وما كناش فاهمين هو الفيلم حيحكي انهي قصة بالزبط قصة الفيلم زي ما انا شرحتها وما فيش مهرب منها ما هيش حرق يعني هي قصة مكررة جدا واحد التيمات مش عايز اقول مستهلكة ولكن اللي شفناها كتير جدا في السينما العالمية وفي السينما المحلية وفي السينما العربية وكل السينماات اللي في الدنيا بتاعة الشخص اللي بيدخل المجتمع بهدف تحقيق هدف معين منه ولكن من خلال التفاعل مع المجتمع ده هو بيتغير والمجتمع بيتغير لغاية لما في الاخر بنشوف ازاي المجتمع اللي هو شخصين كان جاي لي علشان يحقق فيه هدف ويمشي بيغير من شخصيته بيبتدي يشعر ان هو ده بيته وبقته الحقيقية اللي هو المفروض يكون موجود فيها ماشي هل ده يجعل الفيلم مميز الحقيقة لا يعني اي فيلم في الدنيا بيتبنى المدرسة دي دلوقتي من غير ما يكون عنده عنصر تاني بيميزه بعيدا عن العنصر الفني والتقني المتعلق بمدرسة الرسوم المتحركة اللي الفيلم بيتبنها حيعدي تحت الرادار محادش هيخد بيه لبينه محادش هيهتم بيه قوي لكن الفيلم ده الحقيقة عنده حاجة تانية تحت جعبته او في جعبته بيحاول ان هو يقدمها لنا وهي تقديم بديل لأسطورة بابا نويل لأسطورة سانتا كلوس هو في قصة معينة او عدد من القصص بتطرح كأنها الخلفية بتاعة أسطورة سانتا كلوس هنا سيرجو بابلوس بياخد مدرسة شبيهة شوية بمدرس تارنتينو لو اتجرأ ان انا اقول حاجة زي كده في انه يطرح تاريخ بديل علما بان كل اللي نتكلم عليه دوات اصلا أسطورة حاجة غير حقيقية اتمنى يعني او ما تمناش بس ده لنا مصدقه وهي ان لأ يا جماعة السانتا كلوس ده بحسب الفيلم ده حسب الرؤية بتاعة الفيلم ده عبارة عن صانع ألعاب كان عنده ألعاب كتير وكان بيحاول ان هو يوصلها للاولاد فشكل شراكة مع ساعي بريد وبعد كده الأسطورة انطلقت في النص التاني من الفيلم كل حدث بيحصل عشان يطور قصتنا على مستوى العمود الفقري الاساسي اللي انا شرحته ده بتاعة الراجل اللي جاي مجتمع عاوز يحقق منه هدف ويتكل على الله في نفس الوقت بتبني فصل جديد في فصول أسطورة سانتا كلوس حاجة من أروع ما يمكن ومن أبدع ما يمكن وتخلي الفيلم صعب جدا يتنسي انا الفيلم مش لسه شايفه انا شفته من فترة بس برضو اغفلت ان انا اعمل مراجعة ليه وحسب بما ان احنا رجعنا للنشاط الطبيعي بتاعنا دلوقتي ان انا مستحيل اعدي الفرصة من غير ما اتكلم عنه وانا بمجرد لما بتريت استعيد احداثه غمرني جدا خلاص في افلام يا جماعة لما بتكلم عنها بعد فترة من الانقطاع بتعب شوية عشان افتكر تفاصيلها واحتمال ارجع اتفرج عليها تاني عشان استعيد اللي كنت عاوز اقوله عنها ماتطرتش اعمل ده مع كلاوس رغم اني كنت احب اشوفه تاني لو لقيت نفسي مضطر ان اشوفه تاني كنت اشوفته تاني ولكن انا شفته من عدد من الشهور وجيت دلوقتي بحاول افتكره زي ما بقول كده غمرني غمرني مش بس باحداثه ولكن بكل المشاعر اللي انا حسيتها انا بتفرج عليه فيلم حييجي على المشاهد بقدر مرعب من السعادة والرئة والعضوبة والرئة كمان مرة يا جماعة احنا انت بعد ما تخلصوا مشاهدة الفيلم ده حتتحولوا لفرشات هتلاقوا نفسيكوا بتطيروا في البيت كده خلاص ما بقتوش قادرين تقعدوا عادي زي البشر الطبيعيين الفيلم على مستوى الكوميديا موجود والنكت بتاعته دماء خفيفة وموافقة لكنه ما بيسعاش لانه يخليك تدحك اكتر من اللازم هو مطلوب منه بس ان هو يوصلك لاجواء لطيفة لاجواء الظريفة في مشهد او اتنين او نكتة او اتنين جيدين جدا ومتميزين جدا وممكن يطلعوا ضحك بصوت ولكن الاغلبية العظمة مهتمة اكتر بانها تمشي على الخطين اللي احنا شرحناهم خط الحدوتة بتاعت العمود الفقري وخط بناء فصول اضافية في الاسطورة مش عارف يا جماعة ممكن يكون من اقل افلام الرسوم المتحرك ممكن يكون من اقل افلام التاريخ كلها على بعضها اللي بيدفع للمشاهد لانه يعيط من الفرحة احنا عادة بنعيط من التأثر بنعيط من معرفش مين في افلام كتير بتدفعنا لان احنا نعيط او نبكي وحنا مش عارفين احنا بنبكي على ايه من الاساس الفيلم ده بيخليك تبكي من الفرحة وحتبكي لا معليش حتبكي وقدرتك حتبكي حطوا من اديل جنبكو وهاتوا قطرة كمان انتوا حتفضوا حتفضوا جامد يعني في الفيلم ده حقيقي اللي ما شافش الفيلم ده فايته كتير واعتقد ان هو لازم يشوفه اظن ان الفيلم ده من المتضررين الكبار جدا من الحملات الغير معلنة والمعلنة كذلك من المصوتين في الاكاديمية ضد كل ما هو نت فليكسي لان الفيلم ده كان مرشح لجائزة الاوسكر لافضل فيلم رسوم متحركة وانا ما شفتش كل الافلام اللي كانت مرشحة لافضل فيلم رسوم متحركة ولكنه بكل تأكيد يتفوق على الفيلم اللي كسب بالفعل وهو توي ستوري فورو لانا رجعته وحبيته وما عنديش معا مشاكل بس لا ده موضوع تاني دي مدرسة تانية سواء في الصورة في المكونات بتاعتها اللي شرحتها الاحساس الدائم بان كل كدر مرسوم وتحريكه زي ما يكون مبزول فيه مجهود وبيوصل وجهة نظر معينة الفلسفة بتاعت التلوين الفلسفة بتاعت الإضاءة الفلسفة بتاعت عدم احترام الحجم احنا عندنا حرية كبيرة جدا في السكيل في الفيلم ده سواء بترفيع شخصيات لشكل كوميدي قوي او تدخين شخصيات او تدخين شخصيات او تدخين شخصيات او الكلام ده كله والرسائل اللي بتباعت المشاهد زهنيا بدون شرح كتير من خلال اللي بيتحط في الشاشة النصفة الضخمة مثلا ترتبط بشكل مباشر مع الغباء مش سهل الكلام ده تيحصل من غير ما يبقى مقصود من غير ما يكون متصمم بشكل حريص وبعد كده الحدوتة وبعد كده بناء الأسطورة البديلة اللي بيخليك تسبق الفيلم بيخليك تجري ورا الفيلم اللي هو نظام كل فصل وهو بيتبني المشاهد بيبتدي يخمن احنا دلوقتي حنرسم انهي زاوية في اسطورة سانتا كلوس لسه ما ترسمتش وتبتدي تتوقع وتبتدي تشغل مخك لغاية لما اللحظة تيجي وتلاقي نفسك يا اما انت اللي كسبت يا اما الفيلم وهو اللي كسبك تلاقي نفسك بتضحك تلاقي نفسك بتبكي وانت بتضحك فيلم عظيم لا 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 حضروا من نديل ما فيش هزار تصنيف تقييمي ايه تصنيفي دي تقييمي للفيلم هو تسعة من عشرة وهو فيلم مناسب لكل افراد العائلة طبعا ده فيلم رسول متحركة ما فيهوش اي مشاكل في الدنيا عشان انا عارف المشاكل اللي بتخوف الناس من نتفلكس لأ لمو العائلة ولمو الاسرة يمكن فرصة زي دي ما تطحلناش تاني في نتفلكس بشكل عام وعموما الدرجة لنقصة من التقييم متعلقة بالايقاع البطيء بتاع النص الاولاني انا شغلت الفيلم فاول قاعدة ما قدرتش اكمله تاني قاعدة لما قررت ان انا اديله فرصة زي ما بقول لكم بقى سحلني وراء النص الاول ممكن يكون بيسحب معك شوية بيزرجل معك شوية بس بعد كده الدنيا تبقى سهلة جدا في تقربة المشاهدة الف شكر لحضراتكم على متابعة هذه الحلقة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تأكد لكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي